موسيقى أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الإعدادية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم حلقة اليوم إن شاء الله بنتناول فيها مراجعة عامة على منهج الجغرافية على الوحدة الأولى من الجغرافية والوحدة التانية زي ما اتفقنا مع بعض إن أي امتحان بيبقى بداية الامتحان عبارة عن سؤال خريطة بيبقى فيها أربع نقاط وبيسألك على أماكن مختلفة ما بين دائرة عرض ما بين جبل أو هضبة أو نهر أو أقليم مناخي أو سلالة بشرية زي ما هنشوف مع بعض بداية النهاردة أو بداية حلقة النهاردة احنا بنتكلم على مراجعة الجغرافية فبنبدأ مع بعض بي السؤال الأول السؤال الأول هننتقل إلى البرد عشان نشوف السؤال نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة الخاصة بالخرايط السؤال الأول بيتكلم على خريطة أمامك خريطة لقارة أفريقيا اكتب مدلول الأرقام الآتي رقم واحد على الخريطة بيشاور إلى الجبال بتقع في جنوب قارة أفريقيا اسم الجبال اللي هنا إيه؟ جبال دراكنزبير يبقى الجبال اللي في جنوب أفريقيا اسمها جبال دراكنزبير رقم اتنين على الخريطة بيشاور على صحراء الصحراء موجودة في جنوب قارة أفريقيا اسم الصحراء إيه اللي في جنوب قارة أفريقيا؟ صحراء كلهاري النقطة الثالثة بيتكلم على اقليم مناخي وزي ما انت شايف على الخريطة رقم ثلاثة اقليم مناخي هنا موجود في المنطقة اللي عند خط الاستواء في الحالة دي هقول اسم الاقليم المناخي ايه يبقى الاقليم الاستواء النقطة الرابعة والاخيرة على الخريطة بيشاور على سلالة بشرية ايه اسم السلالة البشرية اللي موجودة في شمال قارة افريقيا هي السلالة الكوكازي دول الاربع نقطة اللي موجودين على الخريطة ممكن احنا مع بعض نشوف اماكن اخرى على الخريطة لو سأل على خريطة قارة افريقيا وقال لي في جبال في المنطقة دي هنا في اقصى شمال غرب القارة دي جبال ايه تفقنا مع بعض ان دي جبال اطلس ايضا الجبال اللي موجودة هنا على ساحل البحر الاحمر دي جبال اسمها جبال البحر الاحمر وهنا الجبال اللي احنا قلناها هي جبال دراكنزبال طيب لو عدل في الخريطة وسأل على اسم الجزيرة دي اسمها ايه دي جزيرة مضغشقر الجزيرة اللي هنا دي جزيرة مضغشقر لو سأل وقال الجزيرة دي فيها اقليم مناخي ايه اسم الاقليم المناخي الموجود في قلب الجزيرة ده اقليم اسمه الاقليم الموسمي الاقليم المناخي الموسمي من المناطق الاخرى اللي ممكن يسأل عليها في الخريط لو سأل على المضيق اللي موجود هنا ما بين جزيرة مدغشقر وما بين افرقيا اسم المضيق اللي هنا ده مضيق ايه؟ ده اسمه مضيق موزنبيق اسم المضيق اللي هنا هو مضيق موزنبيق ايضا ممكن يسأل على مضيق هنا في شمال القرى ده مضيق ايه؟ المنطقة دي ده عبارة عن مضيق هو مضيق جبل طارق أيضا ممكن يجيب المنطقة دي وسأني على سلالة بشرية منتشرة في الجزء ده السلالة البشرية اللي منتشرة في أفريقيا عند المنطقة الاستوائية وجنوب قارة أفريقيا هي السلالة الزنجية ده بعض المعلومات اللي موجودة على خريطة قارة أفريقيا وانت بتراجع لازم تتأكد منها هننتقل إلى الخريطة التانية خريطة التانية بيقول أمام خريطة لقارة أمريكا الجنوبية اكتب مدلول الأرقام عليها أيضا بيسأل على رقم واحد جبال جبال بتمتد على الساحل الغربي في أمريكا الجنوبية زي ما انت شايف الجبال بمحاذاة الساحل اسم الجبال دي ايه؟ هي جبال الانديز وهي السلسلة الجبالية الوحيدة اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية نقطة التانية أقليم مناخي جاي هنا عند هضبة البرازيل وبيقول ده أقليم مناخي اسم الأقليم المناخي هنا ايه؟ رقم اتنين ده أقليم مناخي مداري حار رقم ثلاثة بيتكلم على نهر اسم النهر اللي موجود في المنطقة هنا اسم النهر ده نهر ايه؟ نهر الأمازون واحنا عارفين ان هو أوسع سهول فيضية في العالم هي سهول نهر الأمازون وما تنساش ان احنا قلنا ان سهول نهر الأمازون رغم انها أوسع سهول فيضية في العالم الا ان هناك كل في عدد السكان نظرا لوجود منطقة الغابات الاستوائية الكسيفة رقم اربعة بيتكلم على سلالة بشرية سلالة بشرية بتنتشر في جنوب امريكا الجنوبية عند رقم اربعة هنا ايه اسم السلالة البشرية اللي موجودة هنا؟ هي السلالة المغولية الصفراء يبقى رقم اربعة على الخريطة هي السلالة المغولية الصفراء ايضا لو استعرضنا مع بعض المعلومات اللي موجودة على قارة امريكا الجنوبية اللي ممكن يسأل عليها لما يجيب لي مثلا نهر في الشمال هنا ويقول لي نهر موجود في الجزء الشمالي ده ده نهر ايه؟ ده نهر اورينيكو يبقى انا عندي هنا نهر اورينيكو اما هنا عندي سهول نهر الامازون اللي هي اوسع سهول فيضية في العالم ايضا هنا في الجزء دوات عندي مجموعة لابلاتا اللي هي عبارة عن نهر برانا اللي عليمين ده نهر برانا وهنا نهر براجوي اللي اتنين مع بعض اسمهم مجموعة لابلاتا ايضا ما تنساش ان فيه هضبة في الجنوب هنا اسمها هضبة ايه؟ هي هضبة باتاجونيا لان اكبر هضبة هي هضبة البرازيل واصغر هضبة هي هضبة باتاجونيا من النقطة المهمة في قارة امريكا الجنوبية اللي ممكن يسأل عليها ولازم تركز فيها جدا لما ييجي مكان رقم اربعة هنا ويسأل علي اقليم مناخي ايه اسم الاقليم المناخي اللي فيه قارة امريكا الجنوبية في الجزء الجنوبي هنا ده اقليم مناخ غرب اوروبا خد بالك منها اقصى جنوب امريكا الجنوبية مناخ ايه؟ مناخ غرب اوروبا لاني دي دايما بتيجي على الخريط بعد ما شفنا مع بعض الخريط بنرجع عشان نتناول مجموعة اخرى من الاسئلة بعد ما شفنا مجموعة الخريط بننتقل مع بعض الى باقي اسئلة المراجعة السؤال التاني بيتكلم على اجيب عن الاسئلة القديم اسكر فصل سقوط الامطار في كل من فصل سقوط المطر الامطار بتسقط امتى؟ وانت خدت الكلام ده في الاقليم المناخي فبيسأل اول حاجة على الاقليم الموسمي فصل سقوط المطر في الاقليم الموسمي امتى؟ فصل سقوط المطر هو فصل الصيب امطار غزيرة صيفة ايضا فصل سقوط المطر في الاقليم الصيني امطار الاقليم الصيني او الغابات الصينية الامطار بتاعتها في فصل ايه؟ الامطار الصينية امطار طوال العام تزداد صيفة يبقى الاقليم الصيني امطاره طوال العام اما الاقليم الموسمي امطاره صيفي الاقليم الاستوائي الاقليم الاستوائي فصل سقوط المطر في طوال العام الأمطار طوال العام في الأقليم الاستوائي أيضا الأقليم المداري الحار أو المعروب باسم الأقليم السوداني فصل سقوط المطر إمتى في الأقليم المداري الحار في فصل الصين يبقى أنا عندي الأقليم الموسمي أمطاره صيفا الأقليم الصيني أمطاره طوال العام الأقليم الاستوائي أمطاره طوال العام أما المداري الحار السوداني فأمطاره في فصل الصيف اقليم البحر المتوسط فصل سقوط المطر في اقليم البحر المتوسط في فصل الشتاء يبقى المطر شتوي ثم الاقليم السادس اقليم غرب اوروبا فصل سقوط المطر على اقليم غرب اوروبا امطار طوال العام وتزداد في فصل الشتاء ايضا الاقليم السابع وهو اقليم اللورانسي او المعتدل البارد شرق القراط المعروف باسم الاقليم اللورانسي فصل سقوط المطر في طوال العام يبقى غرب أوروبا طوال العام ولكن بتزداد في الشتاء أما الأقليم اللورنسي فأمطاره أيضا طوال العام ده بالنسبة ليه سؤال فصل سقوط المطر بننتقل إلى سؤال آخر السؤال بيقول ما المقصود بكل من قوة العمل ما معنى كلمة قوة العمل المقصود بقوة العمل قوة العمل هي عدد الأفراد في سن العمل أو القادرين على العمل والذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل سواء كان بيعمل أو بيبحث عن فرصة عمل أو هو قادر على العمل ده تعريف قوة العمل تعريف آخر ما المقصود بيه التركيب العمري يعني ايه تركيب عمري التركيب العمري هو دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من السكان وفقا لفئات عمرية محددة يعني ممكن نقول التعريف بمعنى آخر هو تقسيم السكان إلى فئات عمرية محددة أنا كده قسمت السكان لطبقات عمرية وبالتالي ده اسمه التركيب العمر سؤال آخر ما المقصود بيه الزيادة الطبيعية يعني ايه زيادة طبيعية الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفيات يعني تقدر تحسب الزيادة الطبيعية في أي دولة إذا كان عندك عدد الموليد وعندك عدد الوفيات تقدر تطرح عدد الموليد من عدد الوفيات هيديك الزيادة الطبيعية سلالة بشرية ما المقصود بالسلالة البشرية؟ تعريف السلالة البشرية هي مجموعة من البشر متشابهة في الصفات الجسمية الخارجية وما تنساش كلمة الصفات الجسمية الخارجية لأن احنا بنقسم السلالات تأسيم ظاهري وليس تأسيم داخلي يبقى السلالة البشرية هي مجموعة من البشر متشابهة في الصفات الجسمية الخارجية أيضا سؤال آخر ما المقصود بالموقع الفلكي؟ ما معنى كلمة موقع فلكي؟ هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ما المقصود بالأقليم المناخي؟ ما معنى أقليم مناخي؟ الأقليم المناخي تعريفه هو منطقة محددة لها خصائص مناخية متشابهة من حيث الحرارة والرياح والأمطار يعني معنى كلمة أقليم مناخي ممكن أقولها بطريقة تانية؟ آه ممكن أقولها بطريقة تانية وهي عبارة عن منطقة محددة على سطح الأرض متشابهة في خصائصها المناخية مناطق محددة متشابهة في خصائصها المناخية سواء كان من الحرارة أو من الرياح أو من الأمطار ننتقل إلى نوعية أخرى من الأسئلة سؤال بيقول انسب الأشجار الآتية إلى الغابات التي تنمو داخلها أنا هجب لك اسم الأشجار وإنت تعرف الأشجار دي بتنمو في أي غابة تقول لي اسم الغابة اللي بتنمو فيها الأشجار نبدأ مع بعض بأشجار المطاط والمهجني المطاط والمهجني دول أشجار بينمو في أي غابات اسم الغابة اللي بينتمو لها المطاط والمهجني دي غابات استوائية يبقى المطاط والمهجني دي أشجار بتنمو في الغابة الاستوائية أشجار جوز الهند بتنتمي إلى أي نوع من الغابات جوز الهند دي غابات موسمية في الاقليم الموسمي او الغابات الموسمية الزيتون اشجار الزيتون تنتمي الى اني غابة تنتمي الى غابات البحر المتوسط خد بالك وبيسألك على الاشجار دي بتنتمي لأني غابة ما طلبش منك اسم الاقليم يعني مش المطلوب ان انت تقوله اقليم البحر المتوسط هو بيسأل على اسم الغابة فبالتالي بتقول غابات البحر المتوسط يبقى أشجار الزيتون تنتمي لأي غابة تنتمي إلى غابات البحر المتوسط أربعة الصفصاف والبلوت أشجار الصفصاف والبلوت بتنتمي لأي نوع من أنواع الغابة صفصاف يبقى غابات صينية الصفصاف غابات صينية والبلوت أيضا غابات صينية أشجار الزين بتنتمي لأي نوع من الغابات الزان بينتمي إلى الغابات النفضية يبقى الزان غابات نفضية السنوبر والشربين تنتمي لأي غابة السنوبر والشربين ينتموا إلى الغابات المخروطية غابات مخروطية أو المعروفة باسم الغابات السنوبرية ممكن تقول غابات مخروطية أو غابات سنوبرية سؤال آخر سؤال بيقول قارن بين شمال اليابان وشمال استرالي من حيث الأقليم المناخي الذي تنتمي إليه عايز اسم الأقليم المناخي اللي بتنتمي إليه منطقة شمال اليابان وشمال استرالي مع ذكر أيضا الخصائص المناخية لكل أقليم إذن المقارنة هنا فيها مطلبين وإحنا اتفقنا مع بعض لما يجي سؤال مقارنة لازم يتعامل في شكل جدول ويتحط فيه وجه المقارنة أنا هقارن ما بين الأقليمين من حيث إيه هو هنا طالب مطلبين مطلب الأول الأقليم المناخي الذي تنتمي إليه ثم الخصائص المناخية لكل أقليم فنبتدي نستعرض الجدول مع بعض هذه جدول في وجه المقارنة أنا هقارن ما بين شمال اليابان وشمال استرالي من حيث إيه أولا الأقليم المناخي شمال اليابان بتنتمي لأي أقليم مناخي وشمال استراليا تنتمي لأي أقليم مناخي شمال اليابان أقليم معتدل بارد شرق القرات المعروف باسم الأقليم اللورنسي طيب شمال استراليا تنتمي إلى الأقليم الموسمي وتحديدا أقصى شمال استراليا أقليمها أقليم موسمي يبقى أنا كده جاوبت على النقطة الأولى النقطة التانية هو طالب الخصائص المناخية لكل منطقة الخصائص المناخية لأقليم شبال اليابان أقليم خصائصه المناخية معتدل صيفا بارد شتاءا أمطار طوال العام وخاصة صيفا يبقى دي الخصائص المناخية لشمال اليابان أن هذا الأقليم مناخه معتدل صيفا بارد شتاءا أمطاره طوال العام وخاصة في الصيف أما الخصائص المناخية لشمال أستراليا الياباني تابع الأقليم الموسمي هو حار ممتر صيفا وجاف شتاءا بس طبعا أمطاره هنا في الصيف بتكون أمطار غزيرة لأنه أقليم موسمي يبقى الخصائص المناخية للأقليم الموسمي حار ممتر صيفا وجاف شتاءا ولكن الأمطار تكون غزيرة في فصل الصين ده سؤال من الأسئلة اللي ممكن تقابلها في الامتحانات ننتقل إلى سؤال آخر السؤال الآخر اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس تعالوا نشوف مع بعض سؤال اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس على البورد نستعرض مع بعض مجموعة من أسئلة اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس نبدأ مع بعض بالسؤال الأول السؤال بيقول من أقسام السلالة الزنجية البوشمن، الهنود الحمر، الإسكيمو، التنجوس أي حد من دول أقسام سلالة زنجية بينتمي للسلالة الزنجية بوشمن، هنود حمر، إسكيمو، تنجوس ندور على الإجابة الإجابة هي البوشمن يبقى البوشمن دي من أقسام السلالة الزنجية سؤال الثاني دول ذات رعاية طبية منخفضة في الرعاية الصحيحة نقسمناهم ليه دول ذات رعاية طبية فائقة دول رعاية طبية مرتفعة وأيضا دول رعاية طبية منخفضة هل مصر ولا الأردن ولا النيجر ولا روسيا مين اللي رعاية طبية منخفضة؟ الإجابة الصحيحة هي دولة النيجر السؤال التالي تعرف سهول لابلاتا مجموعة لابلاتا نهر بارانا، نهر براجوي تعرف باسم إيه في دولة الأرجنتين؟ هل هي اسمها السافانة؟ ولا التاندرا؟ ولا لستيبس؟ ولا البينباس؟ تعرف سهول لابلاتا في دولة الأرجنتين باسم إيه؟ الإجابة الصحيحة هي سهول البنبس يبقى سهول لبلتة تعرف في الأرجنتين باسم سهول البنبس سؤال رقم أربع أطول أنهار أوروبا أطول نهر في أوروبا هل هو نهر الأمازون؟ ولا نهر النيل؟ ولا نهر السن؟ ولا نهر الفلجة؟ أطول أنهار أوروبا طبعا الإجابة هي نهر الفلجة اللي بيسب في بحر قزوين يبقى أطول أنهار أوروبا هو نهر الفلجة سؤال رقم خمسة يفصل بحر إيه؟ أستراليا عن أندونيسيا إيه البحر اللي بيفصل أستراليا عن أندونيسيا؟ البحر الأسود؟ بحر أرافورا؟ البحر المتوسط؟ أم البحر الكاريبي؟ طبعاً البحر اللي بيفصل أستراليا عن أندونيسيا هو بحر أرافورا السؤال السابس أكبر جزيرة مزدحمة بالسكان أكبر جزيرة مزدحمة بالسكان جزيرة إيه؟ مدغشكر أم تسمانيا أم جاوة ولا جزر الأمر كلمنا عليها في توزيع السكان وقلنا أكبر جزيرة مزدحمة بالسكان هي جزيرة جاوة واتفقنا مع بعض إيه السبب؟ ليه هي أكبر جزيرة مزدحمة بالسكان؟ نظرا للطربة الجيدة أو الطربة الخزبة الجيدة سؤال السابع مصر من الدول ذات الرعاية الطبية مرتفعة؟ أم متوسطة؟ أم فائقة؟ أم منخفضة؟ مصر من الدول ذات الرعاية إيه؟ طبعا مصر من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة سؤال ثماني من حيوانات الأقليم اللورنسي الأقليم المعتدل البارد شرق القرار الحيوانات اللي بتعيش في هذا الأقليم هل هو حيوانات آكلة العجب؟ أم الدب القبي؟ أم حيوان الرنة؟ أم الزواهد؟ طبعا الحيوان اللي بيعيش في منطقة الأقليم اللورنسي هو الدب القبي ننتقل أيضا لمجموعة تانية من الأسئلة ينتمي سكان البحر المتوسط مجموعة البحر المتوسط بتنتمي لأي نوع من أنواع السلالات هل سكان البحر المتوسط ينتمو للسلالة القلبية؟ أم سلالة زنجية؟ أم المغولية؟ أم السلالة الكوكازية؟ طبعا الإجابة الصحيحة سكان البحر المتوسط بينتمو للسلالة الكوكازية سؤال آخر يقل سكان أمريكا الشمالية سكان أمريكا الشمالية بيقلوا في دول البرزخ مثل دول البرازيل أسبانيا هندراس ولا كندا خد بالك من كلمة دول البرزخ أن أنت عندك في المنهج بتاعك في دولتين ذكرهم أنهم من دول البرزخ هل البرازيل أم أسبانيا أم هندراس أم كندا؟ طبعا دول البرزخ هنا الإجابة الصحيحة هي دولة هندراس الدولة الثانية طبعا هندراس وكوستاريكا لكن هو هنا في الإجابات جايب واحدة اللي هي هندراس سؤال 11 تصب أنهار سايبيريا في المحيط الهندي أم القطبي الشمالي أم الهادي أم الأطلنط أنهار سايبيريا لو نهر أوب نهر يانسي نهر لينا بيصبوا فين؟ في أي محيط؟ طبعا الإجابة الصحيحة أنهم بيصبوا فيه المحيط القطبي الشمالي سؤال رقم 12 تعرف حشائش الاستيبس في أمريكا باسم حشائش إيه؟ هل تعرف حشائش الاستيبس باسم السافانة؟ أم حشائش البراري؟ ولا التندرة؟ ولا الموسمية؟ طبعا الحشائش المعتدل اللي هي حشائش الاستيبس في أمريكا تعرف باسم حشائش البراري ده كان آخر سؤال فيه أسئلة اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس بعدها بننتقل إلى باقي الأسئل بنشوف مع بعض باقي الأسئلة السؤال بيقول أجب عن الأسئلة الآتي أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويم ده فأنا مع بعض إن السؤال زي ده لما بيجي بالامتحان لازم أركز هو بيسأل عليه هو بيقول لي اكتب كلمة صواب يعني العبارة لو صحيحة هحط كلمة صواب ولو العبارة غير صحيحة هحط كلمة غير صحيحة أو كلمة خطأ زي ما هو طالب في رأس السؤال السؤال الأول بيقول تعتبر حشائش لستبس حضيقة حيوانات طبيعية طبعا حشائش لستبس مش حضيقة حيوانات طبيعية إيه هي اللي حضيقة حيوانات طبيعية هي حشائش السفن يبقى هنا العبارة خطأ والتصويب هي حشائش السفن يبقى السفنة هي اللي حضيقة حيوانات طبيعية إما الحشائش لستبس أهميتها إيه؟ اتفقنا مع بعض إن حشائش لستبس هي عبارة عن مراعي طبيعية تربى عليها الأغنام والمعز يبقى لستبس مراعي طبيعية لتربية الأغنام والمعز سؤال الثاني السنوبر والشربين من أشجار الغابات المخروطية هل العبارة صواب أم العبارة خطأ؟ طبعاً الإجابة العبارة صواب سؤال الثالث تقل درجة الحرارة في أسيا كلما اتجهنا شمالاً هل الحرارة بتقل كلما نتجه شمالاً في قارة أسيا؟ طبعاً الإجابة هنا العبارة صواب لأن انت بتبعد عن المنطقة الاستوائية انت بتتجه للشمال السؤال الرابع يحد قارة أمريكا الجنوبية من الشمال المحيط الهادي هل أمريكا الجنوبية من الشمال بيحيد بها المحيط الهادي؟ طبعاً العبارة خطأ إما لإيه الصواب؟ إيه اللي بيحد قارة أمريكا الجنوبية من جهة الشمال؟ بيحد بيها البحر الكريبي يبقى البحر الكريبي هو اللي بيحد بقارة أمريكا الجنوبية من الجهة الشمالية سؤال خمسة من أمثلة السلالة النقية شعب الإسكيمو شمال كندا هل الإسكيمو في شمال كندا دي سلالة من السلالات النقية؟ طبعاً الإجابة صواب العبارة صحيحة ستة أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي في العالم يوجد بقارة أفريقيا هل قارة أفريقيا يوجد فيها أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي في العالم؟ طبعاً الإجابة هنا خطأ أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي موجود في أي قارة؟ موجود في قارة أستراليا يبقى الإجابة الصحيحة هي قارة أستراليا أعلى نصيب للفرد من الدخل القومي في العالم يوجد بقارة أستراليا السؤال السابع الأردن من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة هل الأردن رعاية طبية فائقة؟ طبعا الإجابة هنا السؤال خطأ العبارة الصحيحة الأردن من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة إذا مصر والأردن والإمارات من الدول ذات الرعاية الطبية المرتفعة وإحنا اتفقنا على الكلام ده قبل كده إن ثلاث دول عربية هي اللي دول رعاية طبية مرتفعة مصر والأردن والإمارات سؤال رقم 8 يوجد في أسيا أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان وهما اليابان وأندونيسيا قارة أسيا فيها أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان هل هم اليابان وأندونيسيا هل هم دول أكبر دولتين في العالم طبعا العبارة هنا خطأ مين هم أكبر دولتين في العالم اللي بنسميهم العملاقان اللي وقدين حوالي 60% من سكان العالم وبيتركزوا في قارة أسيا هما دولتين الصين والهند يبقى العبارة الصحيحة يوجد في أسيا أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان وهما الصين والهند دي كانت مجموعة من أسئلة اختار الإجابة الصحيحة اللي كنا بنتضرب عليها وأيضا أسئلة المقارنات والتعريفات وإن شاء الله بنكمل باقي المراجعة في حلقة جديدة أشوفكم على أحيان